بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوي حديثنا اليوم عن الكفاية العلمية في الوصف العلمي نشاطات تمهيدية و أيضا اختبار بنائي و شاركني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة لأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة التدريبية الرابعة في الكفاية كفاية الاتصال الكتابي كفاية الاتصال الكتابي اكتبوا بأكبر قدر ممكن لا يهم أن يكون كل شيء جيدا سوف يتحسن الإنتاج فيما بعد لا تفرطوا في شبابكم و في مرونتكم من الأديب العالمي شي خوف طبعا هذه الكتابة العلمية في الحديث هنا هنا في الهداف التدريبية في هذه الوحدة في الوحدة الكتابية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تتبع الخطوات المناسبة لكتابة نص علمي أيضا تصف العلوم و نظام الأشياء و الظواهر الطبيعية و البيولوجية و التجارب العلمية وصفا علميا دقيقا كذلك تستخدم البرهان المناسب لإثبات القضية أو الفكرة أو الإدعاء بحسب الموضوع كذلك تبني النص الاستدلالي وفق الخطوات المنطقية التعريف و إصدار الحكم البرهنة و الإثبات وتتبع منهجية مناسبة لبناء البرهان المنطقي منهج الاستقراء و منهج الاستنتاج و منهج القياس و المماثلة هذه هي أهم الأهداف التدريبية التي تتعلق بهذه الوحدة بإذن الله نحن في الوصف العلمي كفاية اتصال كتابي هذا هو رابط الدرس الرقمي هذا هو رابط الدرس الرقمي جميل لاحظ معي هنا اعمل و استنتج لاحظ موضوعات و لاحظ مفاتيح الأسئلة حاول أن تنشئ في ذهنك نصوصا قصيرة يمثل كل منها مجالة من مجالات الوصف العلمي هل أجابت موضوعاتك عن كل الأسئلة في كل مرة ما محتوى الإجابة هنا مفاتيح أسئلة هذه المفاتيح تأتي إلى موضوعات معينة مع أن كل مفتاح له موضوع يعني يتصف به ما هنا التعريف في مجال علمي لماذا وصف ظاهر كذلك كيف يوصل إلى كيفية عمل الأشياء من أيضا هنا القيام بتجربة علمية هذه مفاتيح الأسئلة التي تؤدي إلى هذه الموضوعات عادة فأنت بمكانك أن تنشئ في ذهنك نصوصا قصيرة ثم بعد ذلك هل أجابت هذه الأسئلة عن موضوعاتك عن كل الأسئلة في كل مرة و أنت تأتي بهذه المفاتيح هنا في الاستنتاج مجالات الوصف العلمي لاحظ التعريف مجال علمي قد تأتي بمفاتيح الأسئلة ما ومن لاحظ هنا ما ومن محتوى الإجابة ما ما تعريفه فأنه تعريف ما موضوعه كذلك ما أقسامه فلاحظ هنا ما ما تعريفه ما موضوعه ما ما أقسامه من من أنشأه أيضا في التعريف المجال العلمي كذلك من أشهر علماء هذا المجال وصف ظاهرة طبيعية هنا ما مفاتيح الأسئلة في وصف الظاهرة رأيت في الصفحة السابقة أيضا هنا مفتاح للسؤال فهنا مفتاح الأسئلة هنا كيف و أيضا ما كيف وما فمحتوى الإجابة تقول مثلا كيف حدثت هذه الظاهرة وما أضرارها وما أضرارها فغالبا أحيانا قد تشترك أحد المفاتيح الأسئلة في أغلب في مجالات الوصف وصف ظاهرة طبيعية هنا مفاتيح الأسئلة كيف وما تقول مثلا كيف حدثت هذه الظاهرة وما أضرارها هنا أيضا في المجال مثلا تقول وصف ظاهرة اجتماعية وصف ظاهرة اجتماعية في وصف العلمي تقول أيضا لماذا مثلا يأتي مفتاح السؤال فهنا مثلا لماذا مثلا يستاء المريض من هذا الموقف أيضا أقول في تجربة كيميائية كذلك في المجال الوصف العلمي فمفاتيح الأسئلة مثلا ما مفاتيح الأسئلة كذلك قد يأتي ما وتقول مثلا ما نتائج هذه التجربة ويمكن ذلك من قام بهذه التجربة أيضا هنا حادث على الطريق أيضا هنا في مجالات الوصف العلمي لم يفتح السؤال حادث على الطريق حادثاً تقول مثلاً من ولماذا من ولماذا تقول هنا من المتسبب أيضاً في الحادث وأيضاً لماذا وقعت الحادثة أيضاً هذه من محتوى الإجابة كذلك مثلاً تجربة فيزيائية لو قلنا تجربة فيزيائية وهذا كله في مجالات الوصف العلمي فإن قلت مثلاً مفتاح الأسلاماء كذلك وقل ما نتائجها هنا أحياناً قد تسأل عن النتائج هذا السؤال أو في هذه المفاتيح كذلك أيضاً التعريف بعلم التاريخ في مجالات الوصف العلمي فتقول مثلاً من مفاتيح الأسئلة ما ومن ما ومن وأيضاً في محتوى الإجابة مثلاً ما تعريفه وما موضوعه وما أقسامه من مؤلف هذا الكتاب أيضاً إلى آخره من الأسئلة التي تتعلق بهذا المجال أيضاً التعريف مثلاً بالخلافة الراشدة أيضاً هذا في المجال فتأتي أيضاً مفتاح الأسئلة من مفتاح الأسئلة من مثلاً تقول من الخلفاء أو من هم الخلفاء الراشدين أو من الخلفاء الراشدين ثم تأتي بإجابات عن ذلك هنا في نشاطات التعلم في الوحدة التدريبية الرابعة وصف ظاهرة نشاط الأول وصف ظاهرة يعيش الإنسان في وسط عدد من الظواهر الطبيعية والاجتماعية يعيش الإنسان في وسط عدد من الظواهر الطبيعية والاجتماعية والطبية والنفسية والعلمية ويحتاج إلى وصفها وتفسيرها وتحليل أسبابها ومكوناتها وأثرها أو قيمتها في الحياة فكيف تكتب وصفاً علمياً لإحدى الظواهر من حولك كيف تكتب وصف علمياً لإحدى هذه الظواهر هنا اتبع الإجراءات الآتية في وصف إحدى الظواهر المصورة لاحظ هنا هذه الظواهر وصف ظاهرة الإجراء الأول صنف وعرف هذه الظواهرة تصنيف وتعريف الظاهرة تقول مثلاً هي فيزيائية كيميائية طبية جغرافية اجتماعية لغوية أعطي تعريفاً علمياً للظاهرة ثم حلل وشرح حلل وشرح هذه الظاهرة مثلاً نحدد عناصر الجزئية والمكونات الأساسية للظاهرة وكذلك وبين العلاقات بين تلك المكونات واصفاً ما يحدث فيها من عمليات وخطوات ثالثاً الأسباب والعوامل لهذه الظاهرة اذكر عوامل الظروف التي قد تغير فيها أو تتسبب في نشأتها نشأة مقصود به نشأة الظاهرة المنافع والأضرار رابعاً هنا اذكر فوائدها أو أي علاقة لها بالإنسان إذن في وصف الظاهرة هنا أربع خطوات تتبعها عادة إذا أردت أن تصف أي ظاهرة وهنا يقول تحدث عن إحدى هذه الظواهر مثلاً هنا البراكين هنا الزلازل هنا الأعاصير إلى آخره أو ما يحدث من الأمطار أو الأمطار الرعدية والصواعق وغيرها هنا صنف وعرف حل وشرح الأسباب والعوامل وأيضاً المنافع والأضرار هنا سنتحدث نحن عن أو سنذكر مثلاً ظاهرة من الظواهر وقلنا مثلاً الأهرامات ظاهرة من بناء الأهرامات وهذه الظاهرة حدثت في ذلك ونقوم مثلاً إيجاد مكان حصين وخفية فيه وضع تابوت الملك بعد مماته ولذلك شيدوا الهرم الأكبر وجعلوا فيها أسراباً خفية زريقة صعبة فيها لضيقها وانخفاض سقفها وملاسها حتى لا يتسنى لأحد الوصول إلى المخدع الذي به التابوت ويعد الهرم الأكبر من العجائب الدنيا فقد قرر المهندسون ومؤرخون يشمل حجر طبعاً 2.3 مليون حجر متوسط وزن الحجر منها طناني ونصف طن وكان يشتغل في بناء الهرم منه 100 ألف رجل يستبدل بهم غيرهم كل ثلاثة أشهر وقد استغرق بناءه وعشرين عاماً هذه ظاهرة عن الظواهر وبناء الأهرامات كيف بنية الأهرامات وطريقة بنائها وتعريف بالأهرامات وما إلى ذلك مما ظهر فيها طيب هنا وصف المجال العلمي مجال علمي هنا أي مجال علمي اختر من المجالات ونقول طبق على إحدى المجالات المصورة مثلاً الكيمياء والفيزياء أو غيرها عرف أولاً بمجال علمي ما هو؟ ما مفهومه؟ كذلك هنا عرف أيضاً بالمدلول اللغوي المفهوم في أصل لغته في تعريفه هل ينقسم مجال الأقسام فرعية؟ أيضاً أقسام المجال العلمي كذلك ما هي هذه الأقسام؟ ثم أعرف كل قسم منها ثم من هم أول مشاهير العلماء تذكر أهم المشاهير العلماء في هذا المجال ووظيفته في هذا المجال ودوره واختر أي مجال من المجالات التي تريد أو من الخلال هذه أيضاً المجالات المصورة خلال هذه المجالات المصورة وثم تكلم عن هذا المجال ويقولنا مثلاً نحن سنختار مجال الكيميا مجال الكيميا الكيميا تعريفه ما هو؟ هو علم يقوم على دراسة المواد والعناصر الكيميائية والعلاقات المتبادلة فيما بينها أقسامه هنا تحليلي كيميا تحليلية وحيوية تقول أيضاً كيميا حيوية وعضوية أيضاً هناك كيميا عضوية وغير عضوية والفيزيائية وكذلك الكمية أيضاً حديث مثلاً عن مشاهير علماء في مجاله أو أشهر علماء في مجال هذا أو في مجال الكيميا مثلاً العرب جابل بن حيان وأبو بكر الرازي من الغرب مثلاً نوبل وهؤلاء أشهر علماء بإمكانك أيضاً أن تذكر ما شئتها من ذلك وظيفته وظيفة علم الكيميا أيضاً استخدم في الصناعات الغذائية وفي الصناعات الطبية وكذلك في الصناعات العسكرية هذا مختصر لأهم المجال أو مجال المجالات المصورة التي ذكرت بإمكانك أيضاً أن تأتي بأي مجال تريد ثم تذكر تعريفه وهم أنواعه وأقسامه ووظيفته وأشهر العلماء الذين كانوا في هذا المجال أو برعوا في هذا المجال هنا وصف تجربة الآن هنا ثالثاً وصف تجربة علمية ولاحظ هذه التجربة طبعاً لاحظ كيف تصف تجربة تأدى بالتعريف ثم أدوات ثم عمليات وخطوات ثم نتائج هي أربع خطوات هنا أعطي تعريفاً في بداية أعطي تعريفاً للظاهرة التي تريد إثباتها بالتجربة يعني عادة التجربة هنا تأتي ب أو تصف ظاهرة أو تثبت ظاهرة هنا العدوات عادة تحدد الأدوات اللازمة لإجراء التجربة تأتي بأدوات اللازمة لإجراء التجربة موضحاً وصفات القياسات والشروط الأساسية لهذه الأدوات ثالثاً تأتي العمليات والخطوات العمليات والخطوات التي تقوم بها أو تقوم بها في التجربة رتب الخطوات التي يجب اتباعها والتقيد بها وكذلك وما يجب أيضا فعله في كل خطوة ثم نتائج النتائج التي تأتي بها أو تخلص بها التجربة هو يلخص نتائج مرتقبة للتجربة موضحا فوائد هذه النتائج واستخدامها فوائدها واستخدامها إذن هنا وسط تجربة علمية هي أربع خطوات تعريف ودوات وعمليات وخطوات عملية خطوات وكذلك نتائج هنا يقول أعد صياغة هذه تجربة ذكرت أعد صياغتها بحيث تكون أكثر وضوحا وأسهل تنفيذا وأسهل اتبع سلوب وصف التجربة نأتي بالسلوب السابق وهنا هذه التجربة كتبت وهم أنت ستعيد فقط صياغتها في هذا الفراغ الذي أمامك في التعديل المقترح في كتابك النص طبعا لاحظونا هل تعلم أنه يمكنك عمل مغناطيس قوي جدا جدا حسنا إنما تشاهده في الصورة هو عبارة عن مسمار أن لف حوله لفات من سلك معزول ثم وصل طرفاه ببطارية ويمكن إضافة مفتاح كهربائي لهذه الدائرة التي تحكم في مرور التيار الكهربائي عندما يمر التيار في السلك الملفوف سوف يصبح المسمار ممغنطا أي أنه سوف يجذب إليه أي قطعة حديدية صغيرة طبعا التفسير العلمي هذه التجربة هي تأكيد لما هو معروف علميا من أن التيار الكهربائي يتولد حوله مجال مغناطيسي مشابه للمجالات الناشئة من المغانط الطبيعية ويمكن الحصول على مجالات مغناطيسية قوية جدا إذا زدنا من عدد لفات السلك وكذلك زدنا من شدة التيار المار في السلك بل إن المغانط الكهربائية تستخدم في رفع الأجسام الثقيلة جدا لاحظ هذه تجربة لخطوط مجال مغناطيسي وليعمل المغناطيس مع البطارية وأسلاك وما إلى ذلك هنا تعديل مقترح من خلال خطوات التجربة السابقة تذكر التجربة وهذه خطوات هي التعريف وأدوات وأيضا عمليات خطوات وكذلك نتائج أنت ستعيد تعديل ذلك وتأتي بها وتقول هنا نحن هنا لاحظ عندما يمر التيار في السلك الملفوف سوف يصبح المسمار ممغنطا وهنا أيضا تعرف أي أنه يجذب إليه أي قطعة حديدية صغيرة ما الأدوات في التجربة المستخدمة؟ في التجربة مسمار وسلك معزول وبطارية ومفتاح كهربائي ما هي الخطوات التي استفعلها أيضا في هذه التجربة؟ هنا تقول يتم لف السلك حول المسمار ثم يتم وصل طرفاء السلك ببطارية ثم يتم تمرير التيار الكهربائي عن طريق المفتاح فنرى أن القطعة الصغيرة تنجذب إلى المسمار النتائج هنا من هنا نتأكد من أن التيار الكهربائي تولد حوله مجال مغناطيسي صناعي مثله مثل المغناطيس الطبيعي مثله مثل مغناطيس طبيعي وبإمكانه أيضا أن يحمل أثقالا كبيرة هنا في طريقة السياغة وإعادة سياغة هذه التجربة هنا يقول وصف نظام الأشياء وكيفية عملها وهذا أيضا بإمكانك أن تطبق ذلك وهو نشاط منزلي ونحن سنجيب عن بعضه هنا يقول استعن بمعلم الفيزياء والمراجع الفيزيائية وشبكة الانترنت الوصف في نظام أحد الأشياء المصورة طبقا لإجراءات التالية لاحظ سخان مثلا أو مايكل ويف أو المكوات الكهربائية هنا التعريف أعطى تعريفا علميا بجهاز أو الشيء الذي تريد وصفه تختارنت ما تريد أو اختاري أنت أيضا ما تريدين المكونات هنا أحدد المكونات الأساسية ومواصفات كل منها وقياسات قياسات هي موضحة لعلاقات بين تلك المكونات ثالثا العمليات والخطوات العمليات الخطوات هنا أحدد العملية التي تحدث في أثناء العمل مرتبة في خطوات كيف يعمل وطريقة عمله هذا الجهاز الاستخدامات أيضا ما المنافع المنافع والاستخدامات الممكنة الصيانة خامسا الصيانة هنا لخص الطرق الصحيحة لخص الطرق الصحيحة للاستخدام والوقاية والصيانة والوقاية والصيانة في عمل هذه الأشياء ولحظ هنا خمس خطوات خمس خطوات في كيف تعمل هذه الأشياء هنا الحديث عن التعريف والمكونات والعمليات والخطوات والاستخدامات والصيان هي خمس خطوات في عمل هذه الأشياء سنأتي مثلا إلى المكوة تعمل أجهزة والآلات تستخدمها في حياتنا اليومية كالهاتف والتلفزيون والحاسب الآلي والآلات التبريد والآلات التدفية وغيرها معتمدا على التيار الكهربائي ومن هذه الآلات المكوة المكوة هي آلة كهربائية تعمل على تحميل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية وتتكون المكوة من سلكه لتوصيل التيار الكهربائي وسطح أملس مسقول يتم وضع السلك على السطح الأملس المسقول ثم يتم توصيل التيار الكهربائي فإنتج لنا طاقة حرارية من السطح المسقول من أهم أبرز استخدامات المكوة أنها تستخدم في كي الملابس اختبار بنائي هنا يقول أولا تخير تخير إحدى الظواهر ثم قدم لها وصفا دقيقا وهذه من خلال ما درسناه سابقا وخلال ما تكلمنا عنه وحدثنا عنه في النشاطات السابقة هنا قدم لها وصفا دقيقا واتبعا لإجراءات العلمية لوصفها مثلا ظاهرة كسوف أو ظاهرة تصحر أو ظاهرة تأخر الشباب وفتيعت عن الزواج أو ظاهرة ازدحام الشوارع على المدن الكبيرة يمكنك اختيار أي ظاهرة أخرى يمكنك تختار ظواهر أخرى تختلف عن هذه أو تختار من هذه الظواهر مثلا الكسوف أو التصحر أو التأخر الشباب أو ازدحام الشوارع إلى آخره مما تريد هنا لخص تخير إحدى الظواهر ثم قدم لها وصف دقيقا في الحديث ونقول مثلا في ظاهرة التصحر ظاهرة التصحر التصحر هنا يطلق على كل شيء من أشكال تدهور النظام البيئي للأرض وبالتالي التراجع في مواردها الطبيعية وانخفاضي إنتاجها ولاحظ هنا خطوات أسباب التصحر أيضا هنا التعريف ثم أسباب ثم بعد ذلك سوء الاستخدام أو التلوث والنتائج هنا أسباب التصحر استنزاف موارد الأرض الطبيعية ومن صوره صور التصحر قطع الأشجار والاحتطاب أيضا إثنان تملح الأراضي الصالحة للزراعة وذلك لأحد ثلاثة أسباب مثلا ري التربة بمياه مالحة وأيضا سوء استرشيد المياه وكذلك سوء استعمال مياه الري تلوث البيئات الزراعية بأبخرة المصانع هنا ومياه الصرف الصحي وسوء استعمال المبيدات سوء استعمال المبيدات هنا هذه ظاهرة من الظاهر بإمكانك أيضا أن تأتي بأي ظاهرة وأن تتحدث عنها هنا استخدم شكل آتي هنا ثاني استخدم بشكل آتي التخطيط لوصف تجربة علمية تجارب وأيضاً خطوات التجربة التي كنت قد عرفتها هنا تحديد مشكلة ثم تذكر بعد ذلك الأسباب ثم تقييم الحلول ثم تقييم الحلول واختيار الأنسب إذن تحديد مشكلة ثم الأسباب لذلك بعد ذلك تأتي بالحلول ثم تقويم الحلول واختيار أنسب هذه الحلول هنا يقول أعد صياغة النص أعد صياغة النص الآتي بحيث يكون أكثر تنظيماً وانسجاماً مع أسلوب وصف المجالات سنعيد فقط صياغة هذا النص حتى ينسجم مع أسلوب الوصف العلمي في المجال العلمي هنا النص العلماء المشهورون في مجال الفيزياء أكثر من أن نحيط بهم حصراً بل إن أشهر العلماء في العالم هم علماء الفيزياء مثل أنشتاين ونيوتين وماكسويل ذلك أن الفيزياء هي القاعدة الأساسية لمختلف العلوم ولاحظ في حديثنا في السابق عن خطوات الأسلوب العلمي كيف أن أشهر علماء هذا المجال أين لا تكون في الأول وإنما تكون في الخطوة مثلاً الثالثة فهي علم تجريبي يعتمد على الملاحظة والقياسات الدقيقة لاستنباط القوانين للوصول النظريات التي تساعدوا على فهم الظواهر الطبيعية ومن ثم تسخيرها لخدمة الإنسان وتهتم بتقديم التفاصيل العميقة لفهم كل شيء بدءاً من الجسيمات الأولية إلى النواة والذرة وجزئيات المواد الصلبة والسائلة والغازات والبلازمة وكذلك الدماغ البشري والحاسوبات والغلاف الجوي والكواكب والمجرات إلى آخرين ولذلك تفرعت إلى فروع كثيرة منها الميكانيكا والديناميكا الحرارية والضوء والكهرباء والمغناطيسية والفيزيائية والجزئية إلى آخره من حديث عن ذلك هنا أعد سجارة هذا النص طبعاً هنا لا أحد تعريف في البداية في بداية تعريف خطوات ثم بعد ذلك أن تستأتي بي الخطوات في وصف ليكون أكثر تنظيم مع المجال العلمي مع المجال العلمي الذي تحدثنا عنه الفيزياء هي علم تجريبي يعتمد على الملاحظة والقياس والقياسات الدقيقة لاستنباط القوانين ووصول النظريات التي تساعدنا على فهم هذه الظواهر الطبيعية ومن ثم تسخيرها لخدمة الإنسان ويهتم بتفاصيل أو بتقديم التفاصيل ما هذا العلم وماذا يعالج إلى آخره ويهتم بتقديم التفاصيل العميقية فهم كل شيء بدمج جزائيات الأولية للنواة والذرة والجزائيات والمواد الصلبة والسائلة والغازات والبلازم والدماغ والبشري والحاسوبات والقلاف الجوي والكواكب والمجرات ثم بعد ذلك ستأتي بالعلماء المشهورين وفي حديثك عنهم وتأتي بهم وهم من أشهر علماء في هذا المجال هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر